بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في شرح مقرر قضايا معاصرة في التربية الخاصة ونبقى في الوحدة الأولى قضايا ومشكلات القياس والتشخيص في التربية الخاصة ونتناول الدرس الرابع قضايا ومشكلات القياس والتشخيص في التربية الخاصة اثنين طبعا يعني نقول أنه ظهرت أساليب قياس وتشخيص كثيرة كما قلنا لكل حالة على حدة وكل في أنفاء التربية الخاصة وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن المتعلقة بذوي الإعاقة العقلية ونتحدث اليوم عن فئات أخرى وبعض الأمور ونبدأ بقضايا ومشكلات أساليب قياس وتشخيص السلوك التكيفي طبعا ظهرت أساليب قياس وتشخيص السلوك التكيفي أو ما يسمى بالبعد الاجتماعي للإعاقة العقلية نتيجة لعدد من الانتقادات التي وجهت إلى مقاييس الذكاء في قياس وتشخيص الإعاقة العقلية حيث يعتبر الاتجاه الاجتماعي من الاتجاهات الحديثة في مجال القياس والتشخيص وظهرت هنا مجموعة مقاييس تغطي هذا البعد مثل مقياس سلوك التكيف التابع الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي ومن قياس كينواليفن الكفاية الاجتماعية وغيرها أيضا إلى أن هذا الاتجاه رغم أنه جديد في قياس تشخيص العقلية قد أثار عدد من القضايا منها بعض القضايا الموجودة أمامنا قضية الأساس النظري للمقاييس هنا تتباين أبعاد التي يمثلها السلوك التكيف الاجتماعي في الوقت الذي تصل فيه أبعاد مقياس السلوك التكيف التابع الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي إلى 21 بعد موزع على بعدين هما السلوك التكيفي والسلوك اللا تكيفي تصل أبعاد مقياس كينواليفن إلى أربع أبعاد فقط ولعل ذلك يثير سؤالا رئيسيا يتمثل في الاتفاق على الأبعاد التي يمثلها السلوك التكيفي ثانيا قضية إجراءات تطبيق فقرات المقياس هنا تتباين إجراءات تطبيق فقرات المقياس من بعد إلى آخر على مقياس السلوك التكيفي والتابع الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي حيث يقيم داء المفحوص على الفقرة إما عن طريق المفحوص نفسه أو عن طريق المعلم أو المعلمة مثلا كما توجد ثلاث طرق لإجراءات التطبيق والتصحيح مما قد يصعب على الفاحص تنفيذها أيضا قضية تحويل الدرجات الخام على المقياس تحويلها إلى درجات مئينية ومن ثم رصد الصفحة البيانية على صفحة الآداء وتحديد منطقة الآداء التي يمثلها المفحوص وبالتالي الفئة التي ينتمي إليها المفحوص من حيث قدرته العقلية لو انتقلنا الآن لنتكلم عن قضايا ومشكلات أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم طبعا ظهرت أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم لتغطي فئة هامة من فئات التربية الخاصة تتسم بالغموض والخلط بينها وبين فئات أخرى مثل الإعاقة العقلية وبطل التعلم التمثل هذه الفئة مجموعة من الأطفال ما عندهم مشكلة في قدرتهم العقلية ولا أيضا سمع ولا بصر ولا حركة تعزل الإعاقة الجسمية والصحية وعلى ذلك تعاني هذا الفئة من مشكلات في التعلم متعددة ولذلك ظهرت مقاييس مناسب لتلك الفئة مثل المقياس اليونوي القدرة السايكو لغوية وكنا قد تحدثنا عن بعض هذه المقاييس في المقياس مايكل بس للتعرف إلى الطلبة ذلك صعوبات التعلم وأيضا غيرها من المقاييس وهنا أثير عدد من القضايا التي ترتبط مثل هذه المقاييس مذكورة أمامنا أولها قضية غموض مصطلح صعوبات التعلم أو قضية غموض الأساس النظري لهذا المصطلح هذا المصطلح يتضمن عدد من الأبعاد وبالتالي تفاوت تلك الأبعاد في أساليب القياس الخاصة بهذه الفئة من المصطلحات الغامضة مرتبطة بهذه الفئة مصطلح القدرات النفس اللغوية مثلا مصطلح مثل مصطلح صعوبات القراءة الكتابة النشاط الزائد مما يصعد وضع تفسير إجرائي لهذه المصطلحات أيضا قضية إجراءة تطبيق فقرات المقياس وخاصة على الفحص المبتدئ وتحويل هذه الدرجات إلى درجات مئينية على الصفحة البيانية للأداء وتفسيرها أيضا أيضا قضية دلالات صدق وثبات ومعايير أساليب قياس وتشخيص صعوبات التعلم وهذه بحاجة إلى تفسير على الأداء بحذر شديد لو انتقلنا الآن نتكلم عن قضايا ومشكلات أساليب قياس وتشخيص الإعاقة البصرية طبعا ظهرت أساليب قياس وتشخيص الإعاقة البصرية منها الطبية ومنها التربوية لتحديد جوانب القوة والضعف فيها القدرة على الإبصار ومشكلة الإبصار مثل حالات قصر وطول النظر حالات صعوبات تركيز النظر حول بعض المشكلات التي لها علاقة بالعين مثل السكري مثل حالات المياه البيضاء والزرقاء أمراض الشبكية التهابات العين وهكذا صنفت أساليب قياس وتشخيص المتعلقة بهذه الإعاقة أو بذوي الإعاقة البصرية إلى أساليب طبية وأساليب تربوية ممكن أن نصنفها وهنا تكون مهمة الإخصائي البصري قياس تشخيص القدرة على الإبصار يعني يوجد لدي عدد من المشكلات الآن موجودة أمامنا مثل قضية غموض مصطلح الإدراك البصري قضية إجراءة تطبيق المقاييس وقضية دلالات صدق وثبات مقياس فروستج للإدراك البصري تداخل القدرات الحركية مع القدرات البصرية في مقياس فروستج للإدراك البصري أيضا اقتصرت فقرات المقياس على الأشكال وإدراكها ولم يتضمن المقياس أي فقرات تتناول قدرة المفحوص على التمييز بين الأرقام أو الحروف المتشابهة أو المتجانسة لو انتقلنا الآن لنتكلم عن قضايا ومشكلات أساليب قياس وتشخيص الإعاقة السمعية طبعا هذه الأساليب ظهرت لتحديد قدرة الفرد السمعية وتخسم إلى أساليب تقليدية وأساليب حديثة منها طبية ومنها تربوية وموجودة لدينا بعض هذه القضايا والمشكلات من قضية صعوب تحديد القدرة السمعية وخاصة لدى الأطفال أيضا قضية صعوبة فهم تعليمات الاختبار وخاصة من قبل الأميين والأطفال أثناء تطبيق الاختبار